موسيقى نشرة والأخبار من الميادين سلام الله عليكم وإلى العنوين وسنقاتل دفاعا عن أرضنا وعن مسجدنا وكنائسنا النخيل يؤكد أن القدس ستبقى محور الصراع ويقول أن أوجب الواجبات تعزيز محور المقاومة وقيام أكبر تحالف فلسطيني وعربي وإسلامي موسيقى رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا يؤكد للميادين أن السهدافه كان مقصودا ويحذر من رغبة البعض في تدويل الملف العراقي موسيقى تجربة صواريخ كوريا الشمالية تخترق الأجوال اليابانية والصين وروسيا ترفضان إذنة بيونج يانج في مجلس الأمن موسيقى لبنان يؤكد أن الاتفاق بشأن الحدود البحرية بلغ نقطة حاسمة وأنه غير معني برد إسرائيل الرافض ملاحظاته وينتظر من هوكستين تحمل مسؤولياته موسيقى أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال أن الجهاد الإسلامي مستمرة في القتال مدام العدو محتل للأراضي الفلسطينية وجدد خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة الحركة التحالفة مع كل من إيران وسوريا وحزب الله وكل من يقف مع قضية الشعب الفلسطيني إن قرار حركتنا بالقتال الدائم ومشاغلة العدو هو رؤية وموقف وواجب أجوب الصلاة ولن نغادر مواقعنا طالما بقي الاحتلال الصهيوني على أرضنا نعبر عن اعتزازنا بشعبنا ومقاومتنا وبتحالفاتنا مع الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله والشعب اليمني وسوريا وكل من يقف معنا في مواجهة العدو الصهيوني النخال دعي لقيام أكبر تحالف عربي وأسلامي والمضي في مواجهة السياسة تهويد القدس على مدار الوقت إن من أوجب الواجبات اليوم هو تعزيز وحدتنا الفلسطينية على قاعدة مقاومة الاحتلال وتعزيز وحدتنا وتكاملنا مع إخواننا الذين يشبهوننا والذين يحملون همومنا وهم شعبنا وقضيتنا العادلة التي هي قضيتهم وكذلك من مصلحتنا ومصلحة أماتنا أن نعزز محور المقاومة قولا وعملا في مواجهة العدو أن نبذل أقصى ما نستطيع لقيام أوسع تحالف فلسطينيا وعربيا وإسلاميا وعالميا فالقدس تهود والاستيطان يكمل سيطرته على الضفة الغربية النخالة شدد على وحدة الساحات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى تهويد القدس وتوسيع الاستيطان بمساعدة دول عربية وإسلامية تعمل على التطبيع معه وتحقيق أهدافه إن العدو وحلفاءه يسعون بكل ما يستطيعون ليحاصرون ويقطعوا روابطنا مع من يساندنا وحتى أنهم يلاحقون كل من يتعاطف معنا وللأسف فإنه بدعم ورعاية أمريكية كاملة يحقق إنجازات كبرى في هذا المجال فالقدس تهود والاستيطان يكمل سيطرته على الضفة الغربية وفي مقابل ذلك يزداد الانفتاح على العدو أكثر فأكثر ويزداد عدد الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع العدو ومنهم من ينتظر بدوري أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري خلال الاحتفال أن غرفة العمليات المشتركة تزداد فعالية يوما بعد يوم ورانا تصاعد المقاومة في الضفة الغربية من البشريات العظيمة نحن نرى في حماس وكل فصائل المقاومة وشعبنا أن تعاظم حركة الجهاد الإسلامي وتعاظم لمقاومة شعبنا وهي خدمة لكل فرد صغير أو كبير من شعبنا ولمقدسات شعبنا ولكضية شعبنا ولذلك نحن يدا بيد وكتفا بكتف وقدما بقدم نسير في هذا الطريق معا إن شاء الله حتى تحقيق النصر حول هذا الموضوع معنا من غزة مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي سيد داود شهاب في الذكرى الخامسة وثلاثين لانطلاقة الحركة أخ داود نود أن نسأل بداية الحركة أين في هذه اللحظة لست أنا من أجيب على سؤالك أخي كمال أولا تحية لكم حياك الله الذي يجيب على هذا السؤال هو حضور الحركة الجماهيري وحضور الحركة في المقاومة بعد معركة وحدة الساحات بعد العمليات المستمرة والممتدة في الضفة الغربية من شمالها وبالتدريج نحو جنوبها وأداء الحركة المتميز في شتى الميادين سواء في ميدان المقاومة وهو الميدان الذي تركز الحركة فعلها بشكل أساسي فيه في ميدان المقاومة وأيضا في العمل الشعبي والعمل الإعلامي والعمل الجماهيري على كل المستويات الحركة حاضرة وربما اليوم حركة الجهاد إلى جانب أخواتها في قوى المقاومة الفلسطينية وفي محور المقاومة بشكل عام تعرف مسارها جيدا لديها وضوح سرعية لديها ثبات في الموقف استقامة سياسية لم تبدل ولم تغير في مبادئها ومنطلقاتها ومرتكزاتها منذ التأسيس إلى الانطلاق حتى هذا اليوم حركة لديها وضوح وهذا الحقيقة برنامج المقاومة ومشروع المقاومة ومحور المقاومة لديه وضوح في الرؤية ولديه أيضا في الأهداف والمصار طيب سيد داود شهاب موضوع معركة وحدة الساحات والتي خاضتها الجهاد الإسلامي لا شك بأنها نقلت الحركة إلى موقع متقدم وإلى فضاء أوسع وأرحب بالنسبة للرأي العام العربي والإسلامي كل ما قدمته الحركة في السنوات الماضية لا شك بأنه أعمال كبيرة وعظيمة وما قدمته سرايا القدس لكن معركة وحدة الساحات هي ما يشار إليها ويشير إليها الخبراء بأنها تعتبر نقلة أو انطلاقة ثانية لحركة الجهاد الإسلامي هذا صحيح أم فيه شيء من المبالغة لا هو الحقيقة يعني بعيدا عن المبالغة ربما ما ميز معركة وحدة الساحات أنها قرنت الشعار بالتطبيق النظرية مع التطبيق أو المبدأ مع الممارسة بمعنى أننا قلنا رفعنا شعار وحدة الساحات ورفعنا شعار إدامة حالة الاشتباك مع العدو الإسرائيلي هذا الأمر الحركة تنفذ وتطبق عمليا من خلال ما يجري في الضفة الغربية من خلال حضورها وفعل المقاوم في الضفة الغربية في كل المحافظات في الضفة الغربية في نابلس في جنين في طوباس في طولترم في كل مكان هذا ما أعطى الحقيقة وحدة الساحات قوة وزخم كبير إضافة الحقيقة طيب فقدنا للتواصل مع الأخذة أود شهاب مسؤول المكتب العالم في حركة الجهة السام في غزة أخذ أود تسمعنا نعم أنا بسمعك فضل أكمل انقطع الصوت أنا كنت أتحدث عن أن معركة وحدة الساحات قرنت بين المبدأ والممارسة بين النظرية والتطبيق لم نرفع وحدة الساحات شعارا منبتا أو منفصلا عن الواقع لا هو شعار يتم تطبيقه ونظرية يتم تطبيقها ومبدأ يجري ممارسته في الضفة الغربية عبر الفعل اليومي المتصاعد في كل مكان في الضفة الغربية بمعنى أن اليوم لا تكاد أو لا يكاد يمر يوم إلا وتكون هناك عملية مواجهة وعمليات فدائية ضد العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية هذا ربما ما أكسب وحدة الساحات هذا الحضور الذي تحدثت عنه حضرتك أخي كمال إضافة إلى أنه على مدار 56 ساعة من القتال المتواصل رغم أن هذه المعركة بدأت بدربات مؤلمة وصعبة استهدفت رأس حركة الجهاد الإسلامي أو رأس قيادة سرايا القدس في قطاع غزة الشهيد الشيخ تيسير الجعبري والشهيد خالد منصور عضوي المجلس العسكري لسرايا القدس في قطاع غزة لكن الحقيقة كانت تحدي على مستوى عالي واستطاعت السرايا أن تثبت نفسها في هذا التحدي واليوم الحقيقة أنا لا أعلن لأول مرة عبر شاشة الميادين السرايا بالأمس تحدثت وقالت بأنها قامت الآن بتوسيع المجلس العسكري لسرايا القدس في رسالة تحدي واضحة للعدو الإسرائيلي واليوم أيضا السرايا تراكم قوتها بعد معركة وحدة الساحات ومؤخرا كانت تنهي عملية تجنيد مئات المقاتلين الجدد الذين خضعوا لدورات تدريبية على مدار سنوات هذا الالتفاف أيضا الجماهيري الكبير حول حركة الجهاد الإسلامي وحول المقاومة بشكل عام أيضا الحقيقة هناك حالة إقبال كبيرة جدا من الشباب الراغب في التطوع في المقاومة ضمن صفوف سرايا القدس الحقيقة اليوم قوة المقاومة تتنامى مشروع المقاومة يتسع مشروع المقاومة يكبر لماذا يكبر؟ لأنه في وضوح في الرؤية لماذا يكبر؟ لأن البرامج الأخرى كلها ثبت يعني فشلها أخ داود قبل أن نتحدث عن تصريحات الأخ زياد نخالة هذا الالتفاف وهذا الانتباه للرأي العام العربي والإسلامي لدور حركة الجهاد الإسلامي بعد معركة الساحات ألا يرتب على الحركة المزيد من المسؤوليات والمهام الشعب الفلسطيني قد يطلب من حركة الجهاد الإسلامي أكثر مما كان يطلب منها في السابق؟ بالتأكيد هذه مسؤولية تنظر إليها حركة الجهاد الإسلامي بابتمام كبير وقيادة الحركة لا تغفل أبدا عن هذه المسؤولية تجاه الجماهير أولا تجاه الجماهير التي خرجت اليوم تجاه عوائل الشهداء اليوم أنا التقيت بإحدى السيدات والدة الشهيد سامح المملوك أحد قيادات الوحدة الصاروخية في سرايا القدس هذه السيدة قالت لي لو أنا لم أستطع الحضور أنا مريضة ورغم ذلك رغم مرضي قلت يجب أن أذهب إلى هذا المهرجان هذا يرتب على الحركة مسؤوليات كبيرة تجاه عوائل الشهداء تجاه الحاضنة الشعبية مسؤوليات على المستوى الإنساني وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الجماهيري والشعبي وعلى مستوى الحاضنة الشعبية وأنا أقول لك أخي كمال الحركة تقوم بهذه المسؤوليات رغم الحقيقة قلة الموارد وشح الموارد وقلة الإمكانيات حركة الجهاد الإسلامي حركة فقيرة لكن رغم كل ذلك الحقيقة هي تولي اهتمام كبير بالحاضنة الشعبية تولي اهتمام كبير بالقاعدة الشعبية والجماهيرية ونحن لا نتحدث فقط اليوم عن مهرجان في غزة ولا نتحدث عن ساحة غزة أو الضفة الغربية لا اليوم نحن الحقيقة نتحدث عن يعني اليمن هناك جالية فلسطينية كبيرة وعريضة تعيش في اليمن في ظل ظروف العدوان والحرب والدمار الذي يعيش اليمن هناك عدد كبير يعني أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا الحركة حاضرة هناك بقوة واليوم مهرجان الانطلاق أيضا بهذا الحشد وبهذا المستوى مستوى التمثيل الرسمي والحزبي والفصائل الفلسطيني والحزب السوري وأيضا الفصائل الفلسطيني والقاعدة الشعبية التي حضرت كبير جدا المهرجان أيضا في جنين كان واسع وكبير جدا وحاشد المهرجان في صيدة كان كبيرا وحاشدا وقويا وامتلأ الملعب عن بكرة أبيه بالجماهير هذا يعني أننا الحقيقة لدينا مسؤوليات كبيرة الحركة تعيقية الحركة تعي هذه المسؤوليات وتسعى بكل ما أوتيت من إمكانيات ومن قوة للالتفات إلى هذه المسؤوليات والقيام بأداء الواجب لكن مهم جدا أن لا يكون على حساب المقاومة هذا أولا ثانيا أن هذا يخدم على برنامج المقاومة بمعنى اليوم أخي كمال وأنا آسف على الإطالة أنه اليوم حركة الجهد الإسلامي تسعى لجعل مسؤولية التحرير والمواجهة ليست فقط تقع على عاتق وعلى عبء الجماهير الفلسطينية في الداخل في غزة أو في القدس أو في الضفة أو في الثمانية واربعين لا اليوم هناك بالتدريج يتم العمل على شراكة كاملة ومسؤولية كاملة لكل أهلنا وجماهير شعبنا في مخيمات اللجوة والشتات للقيام بهذه المسؤولية وأنا ما بدي أفصل كثير في هذه النقطة طيب هذه نقطة مهمة جدا لأنه في تهميش كان لدور الفلسطينيين في الخارج والمخيمات الفلسطينية في الخارج تهميش كبير وخروج من دائرة التأثير إلا بمسائل تتعلق بالعمل السياسي أو بالتعاطف الجماهيري وغير ذلك لكن أن يتم لم يعد لم يعد اسمح لي على المقاطعة اسمح لي على المقاطعة لم يعد دور اللاجئ الفلسطيني مقتصرا على الجوانب اللي ذكرت حضرتك يا أستاذ كمال طيب لا اليوم هناك مسؤوليات كبيرة وهناك عمل مكثف الحقيقة على استعداد وجاهزية اللاجئ الفلسطيني للقيام بدوره وبمسؤولياته الأوسع في عملية التحرير إن شاء الله تعالى موضوع التحالفات نقطة أخيرة أخ داود الشهاب والتي ذكرها الأخ زياد نخالة في خطابه تحدث عن تحالفات مباشرة سوريا إيران حزب الله مقاومة لبنانية كلام أيضا السيد صالح العروري في المهرجان هو التحالف القريب الإسلامي بين الجهاد وحركة حماس وتحدث عن تحالف أكبر إسلامي وعربي للوقوف في وجه تهويد القدس كذلك ضمن إطار التحالفات الحالية أخ داود شهاب التحالف أو دعني أقول الجبهة العريضة المطلوبة لمثل هذه المعركة أو لمثل هذه الرؤية الآن يعني الحقيقة أولا أنا أسمح لي أن أوجه التحية إلى الأخ العزيز الشيخ صالح العروري الذي تحدث اليوم كلمة كانت أيضا إلى جانب ما تحدث به الأخ القائد زياد النخالة كانت كلمة يعني مسؤولة وكلمة تعي التحديات والمسؤوليات والواجبات الملقى على عاتق برنامج المقاومة ومشروع المقاومة وتحالف المقاومة وإحنا التحالف بين التحالف الفلسطيني الفلسطيني على قاعدة حماية المقاومة واستمرار المقاومة والمواجهة مع العدو الإسرائيلي هو أيضا نقطة الانطلاق نحو التحالف أوسع تحالف عربي وإسلامي أوسع لا أريد أن أقول ملامحه بدأت تتشكل لأنه تشكل بالفعل محور المقاومة تشكل بالفعل وأصبح محور قوي محور ممتد من صنعاء إلى سوريا إلى بيروت إلى طهران إلى بغداء أصبح محورا كبيرا وواسعا وممتدا الحقيقة وهناك قوى عربية أخرى يعني هي جزء من هذا المحور بالمعنى السياسي بالمعنى السياسي هي جزء من هذا المحور باعتبارها تقف في مواجهة التطبيع هذا المحور يتسع ليضم كل جبهة عريضة في مواجهة التطبيع لأنه من بين التحديات الكبيرة التي يجب أن نواجهها واللي اليوم القائد زياد النخالة تحدث عن خطورة التطبيع وأنه يجب ألا نسمح للعدو الإسرائيلي بأن يحقق مكاسب في مشروع التطبيع على حساب القضية الفلسطينية وهذا يتطلب الحقيقة يعني جبهة مقاومة ومناهضة للتطبيع عربية وإسلامية واسعة إن شاء الله سيد داود مقاومة ركنها الأساسي وركزتها الأساسية بالتأكيد نحن نعتز ونفخر بهذا التحالف العربي والإسلامي الواسع ومعنيون إن شاء الله بتطويره وستشهد القادم الأيام سيشهد خطوات عملية في هذا الإطار إن شاء الله شكرا جزيلا إبراهيم رمضان بماذا وصف رمضان الأمة الفلسطينية التي تستبشر بتنفيذ ابنها عملية فدائية تصريحات رمضان أشعلت غضبا فلسطينيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات إلى استقالته حيث قال في مقابلة عبر إذاعة محلية إنه جلس مع المقاومين المسلحين في مدينة نابلوس شمال الضفة الغربية المحتلة وعرض عليهم تسليم أسلحتهم مقابل حمايتهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت تصريحات رمضان غضب فصائل المقاومة الفلسطينية أيضا إذ وصفت تلك التصريحات بالعار ودعت في بيان لها إلى محاسبة محافظ نابلوس على ألفاظه بحق أمهات الشهداء والاعتذار منهن ومن الشعب الفلسطيني وتقديم استقالته تؤكد الفصائل الفلسطينية أن الحالة الثورية الممتدة في كافة أرجاء الضفة الغربية المحتلة تمثل الخيار الأوحد للفلسطينيين وليس خيارات الذل والتنازل والاستسلام أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملة في مقابلة مع الميادين أن أمن العراق وسيادته هما القضية الكبرى وقال أن البعض لا تروقه كلمات تشكرا لإيران على وقوفها مع العراق عندنا قضية كبرى ليست القضية قضية سهلة عندنا قضية سيادة هذه البلاد أمن هذه البلاد استقرار هذه البلاد أنا أستغرب نحن في بلد بلد آخر بلد آخر وقف معنا بماله وبأسلحته وبأبنائه قدم أبنائه كما قدمنا أبنائنا اختلط دمنا بدمهم ولحمنا بلحمهم هذا البلد بعضنا يقول بكل وقاحة إيران بر بر والبلد الذي بعث المخفقات والمتطرفين وآلاف الإرهابيين الآن في السجون العراقية وجنسياتهم معروفة نرفع أعلامهم عندنا حركة موجودة جديدة تتمثل بحزب البعث العربي الاشتراكي لكن بلون وصبغة وخطاب جديد هذا الذي نحن نتصدى له وبكل شجاعة وبكل صراحة طبعا هذا يزعج البعض شيخ المنلى استغرب عدم التحرك الفوري للحكومتين المحلية والاتحادية إذا مخاولت اغتياله في البصرة أنا مستغرب ليس هناك أي تحرك من الحكومة لا للمركزية ولا لحكومة المحلية وبعض الجهات السياسية حتى نتمتع بشيء من الإنصاف هناك جهات سياسية مهمة عليا في البلاد اتصلت بنا وآزرتنا وتحدثت معنا لكن عندنا خلال المعاناة التي نعانيها في هذه البلد لا تصدق والله أنا أقول في مثل هذه الظروف هناك قصدية في الموضوع هناك قصدية نحن حينما تصدينا أنا تصديت أكثر من 19 عاما لم أتصدى لأجل شخصية سياسية أو لكي أناصر حزب معين أنا تكلمت ودافعت ولازلت أدافع لأجل سلامة المواطن العراقي لكي يكون العراقي آمن رئيس الجماعة علماء العراق أكد أن هناك جهات تتمنى أن يجري تدويل الملف العراقي وشدد على رفض إثارة الفتن والاعتداء على المؤسسات نحن لا نتمنى أن يصل الموضوع إلى تدويل القضية العراقية وسائمنا من التدويل ودفعنا ثمنا باهظا البدن السابع وغيرا من بنود آذة الشعب العراقي ويعني جعلتنا من الدول المتأخرة بسبب هذه القرارات الأممية المواطن العراقي لا يريد إلا الخدمات إلا الأمان إلا الأمن إلا الاستقرار إلا أن يكون بلدا آمن مستقرا كباقي البلدان لكن يقينا يقينا هناك جهات لا أصلا ترقص وتغني لأجل أن يتحول العراق إلى الأمم المتحدة وتتخذ به قرارات هنا وهناك أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على سبعة أفراد إيرانيين وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان المستهدفين مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية جرى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتعقيد وصولهم إلى النظام المالي الدولي بسبب دورهم في الأحداث الأخيرة في إيران ولا سيما قطع الإنترنت عن المتظاهرين بحسب البيان نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال مع نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني بيع إيران أسلحة للاستفادة منها في حرب أوكرانيا وأكد أمير عبداللهيان أن التقرير العلمي والتقنية الدقيق للطب الشرعي بشأن أسباب وفاة مهسى أميني سينشر قريبا وقال أن بعض مثيري الشغب وبتوجيه أجنبي وبتحريض من القوات الأجنبية اعتدوا على الممتلكات العامة وذكر بأن الإنترنت قطع لوقت طويلا في الولايات المتحدة بعد احتلال الكونغرس وأن الحسابات الشخصية للرئيس الأمريكي السابق في مواقع التواصل أغلقت تحت مبررات الأمن القومي حذر الكريملين من تصريحات الرئيس الأوكراني والدمير زلنيسكي التي دعا فيها إلى توجيه ضربات استباقية إلى روسيا وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن تصريحات زلنيسكي تمثل دعوة لبدء حرب عالمية وحمل الولايات المتحدة وبريطانيا المسؤولية عن هذه التصريحات وكان زلنيسكي قد دعا النيتو إلى توجيه ضربات استباقية إلى روسيا والقضاء على إمكانية استخدامها الأسلحة النووية فاصل نتابع بعده النشرة مجدداً حياكم الله أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر أحد ما حلق فوق اليابان للمرة الأولى منذ خمس سنوات وأرسلت 12 مقاتلة وأربع قاذفات للتحديق شمال الحدود الجوية بين الكوريتين فيما تشير التقديرات لأنها أجرت تدريبات على إطلاق نار جو أرض وأكدت أن تجاربها الصاروخية هي الإجراء المناسب للرد على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة أكد من جهته أن الولايات المتحدة تزيد من مخاطر التصعيد العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادي كما رفضت الصين وروسيا في جلسة طارية لمجلس الأمن إدانة بيونغ يانغ على التجربة الصاروخية فرض الصوتية التي اخترقت الأجواء اليابانية في المقابل دعت الياباني لعدم التساهل مع تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لما تمثله من تهديد الاستقرار يجب عدم التساهل مع التجارب الصاروخية الباليستية المتكررة لكوريا الشمالية التي تعد خرقا لقوانين مجلس الأمن الدولي كما أن تطويرها لتقنياتها الصاروخية أمر لا يمكن تجاهله نعتقد أن كوريا الشمالية ستقدم على المزيد من الإجراءات الاستفزازية مستقبلا بما فيها التجارب النووية وفي كل الأحوال سنواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى بهدف نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ليس بوصعب لوكالة رويترز إنجاز 90% من اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية البحرية مشددا على أن العشرة في المئة الباقية هي الحاسمة وبشأن رفض إسرائيل ملاحظات لبنان على مسودة الاتفاق المحتمل قال بوصعب أنه لن يرد إلا على التصريحات الرسمية مؤكدا أن لبنان على اتصال بمسؤول أمريكي يتوسط في اتفاق الحدود البحرية مع تل أبيب لحل القضايا الباقية من جهة أكد المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم أن بيروت لا يعنيها الرد الإسرائيلي على ملاحظات لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية وفي حديث لوكالة سبوتنكا الروسية أكد إبراهيم أن لبنان ينتظر من الوسيط الأمريكي عموس هوكستين أن يتحمل مسؤوليته وكان موقع ويدعا تحرانوات قد نقله عن مصدر سياسي رفيق قولها أن لبنان تل أبيب تلقت ملاحظات لبنان على اتفاق الترسيم ورفضتها وبحسب المصدر فإن رئيس الحكومة إير لبيد طلع على تفاصيل التغييرات التي طالب لبنان بإدخالها على الاتفاق البحري وأوعز برفضها وأوضح لبيد أن إسرائيل لن تبدي مرونة بشأن مصالحها الأمنية والاقتصادية حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريبا المصدر وضاف أن إسرائيل ستستخرج الغازة من كاريش في اللحظة التي يكون فيها ذلك ممكنا وإذا حاول حزب الله أو أحد ضرب المنصة أو هدد بذلك فإن المفاوضات ستتوقف الاتفاق المتبلور بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يتصدر المشهد العام في إسرائيل نقاشا وتحليلا فبعد تفاؤل ساد الأوساط الإسرائيلية بقرب التوقيع على اتفاق مع لبنان بدأ الحديث في إسرائيل عن عقبات كثيرة تحول دون التوقيع قريبا على الاتفاق ولسيما في ظل الملاحظات التي أدخلها الجانب اللبناني على مسودة الاتفاق والتلويح الإسرائيلي بعدم السير في الاتفاق في ضوء تلك الملاحظات مصدر سياسي رفيع المستوى في محيط رئيس الحكومة رد على المطالب اللبنانية بالقول إننا لن نوافق على التنازل أكثر مما قدمناه لن نتنازل عن الجوانب والمطالب الأمنية العقبات التي تواجه حكومة يائر لبيت كثيرة برأي محللين وهي تشمل جوانب عديدة أبرزها الجانبان السياسي والقانوني ثلاثة ألغام أساسية يواجهها لبيت في هذا الاتفاق الأول المستشارة القانونية للحكومة التي لم تبلو رأيها حتى الآن بشأن كيفية ومن المخول المصادقة على هذا الاتفاق الثاني نفتالي بنت الذي لديه حق البيت ويتحفظ من هذا الاتفاق واللغم الأهم جاء من الجانب اللبناني الذي يطلب إجراء تغييرات في الاتفاق حتى في مسائل جوهرية جدا لإسرائيل نعقاد الكابنت لمناقشة مسودة الاتفاق ترافق مع استمرار استجال في إسرائيل بشأن الجهة المخولة إقرار الاتفاق والتقدير بأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة وستحدد وجهة الأمور في ظل حديث معلق عن ضغط تمارسه الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية لسير بالاتفاق رغم الملاحظات اللبنانية عليه وهو ما اعتبره خبراء انتصارا لحزب الله الذي أثبت مجددا برأيهم أنه يستطيع تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية في لبنان والمنطقة وأنه لا يمكن إخضاعه أو إضعافه يكمل معبر البوكمال القائم بين سوريا والعراق دورا حيويا في ربط البلدين ومهاجهة الحصار الأمريكي على دمشق عبر قانون قيصر أو السيطرة على قاعدة التنف على الطريق السريع بين دمشق وبغدا التقرير محمد الخضر حركة دووب داخل معبر البوكمال على الحدود السورية العراقية تبدد صمت بادية مترامية الأطراف أرادته الدولتان جسرا لتواصل شعبي ورسبي يعوض خروج معبر التنف الذي تحتله قوة أمريكية عن الخدمة هنا مئات العراقيين يكملون سيرهم نحو دمشق نطمح أنه دائما نجي ويكون تسهيل بعد أكثر حتى ندخل بعد براحتنا بدلا ما نجي كل شهر مرة نجي بالشهر ثلاث مرة لدينا همينا ثلاثة أرباع اللي يجون هسا ويسواق الأجرة يجون ناس مرضى تعبانين بس بده يوصل وبالحاجز يوقف كل حاجز يوقف نص ساعة وثلاثة أرباع وخمسين حاجز وأزياد دور أوسع يؤديه المعبر في تنشيط الحركة التجارية بين البلدين حركة لا تزال متواضعة ولا تتجاوز الخمسة وعشرين شاحنة سورية يوميا نحو العراق لكنها كافية لمواجهة حصار تفرضه واشنطن على السوريين أنا سائق شاحن سائق الراد جاي من الشام حمي الحليب على حدود العراقية للعراق بالحدود السورية لأننا نحن بالبوكمال الأمور تمام حملنا أحزين من حلم لأجينا رصينا بجمرك الشام وكملنا هنا البوكمال استعادة البضائع والسرع السورية حضورها في العراق تتطلب جهدا وتنسيقا عالي المستوى بين العاصمتين الحركة بدأت بالتحسن بشكل تدريجي وهذا التحسن نتيجة دعم الدولة السورية وتقديم كافة التسهيلة ونأمل في الأيام القادمة إن شاء الله الحركة ستتزايد باتجاه حركة البضائع وحركة الأشخاص تطل المراصد الأمريكية على أطراف المعبر رقابة يكملها طيران الاستطلاع الأمريكي في إشارة إلى ما يحمله المعبر من أهمية استراتيجية تتجاوز دوره التجاري إلى ربط حيوي بين الدول المنطقة منذ افتتاحه قبل ثلاث سنوات راهنت دمشق وحلفاؤها على دور استراتيجي لمعبر البوكمال القائم يتجاوز التبادل التجاري المتواضع بين الدولتين حتى اليوم إلى شراكة تقوم على إرساء الأمن والاستقرار ومواجهة الاحتلال الأمريكي على بعد كيلومترات من هذه المنطقة محمد الخضر من معبر البوكمال على الحدود السورية العراقية الميادين وبالعودة إلى التصعيد في شبه الجزيرة الكورية معنا من القاهرة مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص في الدراسات الأساوية الدكتور محمد فايز فرحان دكتور محمد حياك الله بداية ما هي العوامل أو الخلفيات لهذا التصعيد الحاصل حاليا أو للتسخين في شبه الجزيرة الكورية نعم هناك عوامل كثيرة وراء هذا التصعيد أولا هناك أزمة ضخمة بين كوريا الشمالية من ناحية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء في المنطقة كوريا الجنوبية واليابان من ناحية أخرى هناك أزمة ثقة بين جميع الأطراف كوريا الشمالية ما زالت تنظر إلى أي إجراءات تتعلق بمنورات أو تدريبات عسكرية مشتركة حضور قطع عسكرية أمريكية في المنطقة تتعامل مع كل هذه الإجراءات باعتبار أنها محكاة أو استعدادات يعني لشن هجوم على كوريا الشمالية هذه هي القناعة الموجودة لدى النظام الكوري الشمالي منذ سنوات وهي التي لعبت الدور الأبرز في دفع النظام الكوري الشمالي إلى تطوير قدراته العسكرية سواء النووية أو القدرات الصاروخية بالإضافة إلى ذلك النظام الكوري بالتأكيد يسحى إلى توصيل رسالة رادعة لإمكانية أو احتمالات أي عمل عسكري أمريكي مشترك مع خلفائها في المنطقة ضد كوريا الشمالية هذه هي العوامل الجوهرية فضلا عن ذلك كما نعلم مزالت الأطراف يعني الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية في حالة حرب منذ انتهاء الحرب الكوريا الكوريا في أسرح لكن في الآونة الأخيرة دكتور محمد ويبدو أنه ضمن استراتيجية محددة مسبقا كذلك تبدو الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية كمن يبدو مهتما بزيادة وطيرة أو حدة التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادي وكأن هناك تعمد لأن تكون هذه المنطقة ليست مستقرة يعني هذا جزء من السياسة الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية في ما يعرف بمنطقة الأندوب السافكة أو منطقة المحيط الهادئ والهندي لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تطبق استراتيجية ضخمة في المنطقة يعني هدفها الرئيسي هو احتواء الصين والنفوذ الصيني في المنطقة بشكل عام وبالتالي يقع ضمن هذه الاستراتيجية يعني إجراءات عدة منها تعميق التحالفات القائمة التقليدية خاصة التحالف مع اليابان بالإضافة إلى استحداث تحالفات جديدة مثل تحالف أوكس وقبلها والحوار الأمني الرباعي في هذا الإطار يعني زادت قناعة كوريا الشمالية بأن هذه الإجراءات هي جزء من أيضا استهداف ما تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية مصادر لتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة فهناك عوامل بالفعل يعني أدت إلى تسخين الأوضاع ليس في منطقة شمال شرقية أسيا ولكن في منطقة المحيطين الهادئ والهندي كجزء من استراتيجية أمريكية ضخمة تتعامل مع كل مصادر التهديد أو ما تعتبر مصادر تهديد سواء كانت الصين أو كوريا الشمالية طيب دكتور ردود الفعل بالنسبة للصين في الموضوع في المسار الدبلوماسي اتخذت امتنعت هي وروسيا الصين وروسيا عن إدانة إطلاق بيونج يونج للصواريخ أو تجربة الصواريخ فرط صوتية التي اخترقت أجواء اليابان وبات واضح أن هناك انقسام في مجلس الأمن أو ما يشبه معسكرين في مجلس الأمن لكن بالنسبة لردود فعل الصين أو الإجراءات الصينية على أرض الواقع بالنسبة لهذه المنطقة يعني كما نعلم بالفعل المجلس الأمن أصبح ساحة لي كشف الانقسام القائم فيما يتعلق بقضايا كثيرة ومنها القضية الكورية الشمالية وهذا ليس الآن ولكن منذ أن تعامل أو بدأ مجلس الأمن يتعامل مع كوريا الشمالية عقب أول إجراء أول تجربة نووية لكوريا الشمالية ومن المتوقع أن يزداد هذا الانقسام في الفترة المقبلة لأن كما نعلم حالة الاستقطاب أو الانقسام بين الصين من ناحية وروسيا والصين من ناحية أخرى بين الولايات المتحدة من ناحية وروسيا والصين من ناحية أخرى وبالتأكيد الملف الكوري الشمالي سيمثل أحد مظاهر هذا الانقسام أو أحد القضايا التي سوف تعكس وتؤكد هذا الانقسام الصين من ناحية العملية تعلن رسميا رفض تحول كوريا الشمالية إلى قوة نووية ودافعت الصين عن إدارة سلمية لهذا الملف وأدارت هي أو لعبت دورا في صياغة وإدارة المحادثات السوداسية قبل أن تنهار والتي تعاملت مع قضية السلاح أو المشروع عن نوو الكوريا الشمالية ولكن الآن أعتقد أن الصين بشكل غير مباشر قد تتعامل مع الملف الكوري الشمالي أو القدرات الكورية الشمالية باعتبر أنها إحدى الأوراق المهمة في المنطقة أو لإدارة التوازنات القائمة في المنطقة بشكل عام بالتأكيد الصين تدرك أن أو أحد وفقا للحسابات الصينية في تقديري أن أي تعامل عسكري مع كوريا الشمالية أو إنهاء برمجها أو قدراتها العسكرية بشكل عام هذا سيؤدي إلى خلل كبير في منطقة شمال شرقية أسيا وشبه الجزيرة الكورية وسنعكس هذا على التوازنات القائمة في المدى الأوسع وهي منطقة المحيط الهادئ والهند فيجب أن نميز بين سياسات معلنة من جانب الصين حتى إذا دعت إلى تسوية سلمية أو دعت إلى العودة إلى حدسات أو تهدئة ولكن من الناحية العملية أعتقد أن الحسابات الصينية ستكون ضد أي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية أو ضد مستوى من التصعيد بشكل عام ضد كوريا الشمالية طيب دكتور بالنسبة لليابان ردة فعل اليابان كانت هي الدعوة لعدم التساهل مع تجارب كوريا الشمالية الصاروخية معتبر أن هذا يهدد الاستقرار هذا هو موقف اليابان لكن في إلقاء نظرة سريعة على السياسات اليابانية المؤخرة نجد بأن اليابان زادت من الانفاق العسكري في الأون الأخيرة في الفترة في مرحلة نتحدث فيها عن أهمية أو تزايد أهمية هذه المنطقة على المسرح الدولي ما هو الدور الذي تلعبه اليابان وهل هناك فعلا نوع من الخطورة لتحويل هذه المنطقة إلى منطقة سباق تسلح بالشكل الذي نراه الآن نعم أولا يعني لفهم الموقف الياباني هناك طيار يمين داخل اليابان وهو يستخدم أو يوظف القضية الكورية الشمالية أو هذا التهديد الكوري الشمالي بالتأكيد للأمن القومي الياباني يوظف هذا التهديد لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية ولإقناع المجتمع أو الرأي العام داخل اليابان لأهمية تعزيز القدرات العسكرية اليابانية وأيضا لمحاولة التخلص من إرس مرحلة الحرب العالمية الثانية والتي كان أحد نتائجها المهمة هو الدستور الياباني نفسه وهو دستور يعني يوصف بأنه دستور سلمي والمادة التسعة من الدستور خاصة التي تتحدث عن حظر استخدام اليابان للسلاح خارج حدودها بشكل عام وبالتالي هناك توظيف دائم للتهديد الكوري الشمالي لتعزيز مقولات وأطروحات الطيار اليمين داخل اليابان فيما يتعلق بهذه المسألة على المستوى الخارجي اليابان هي جزء من الاستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ والهندي الرئيس الوزراء الياباني نفسه السابق يعني شنزو آبي لعب دورا كبيرا في تطوير مفهوم الاندوبا السافك وعلنت اليابان استراتيجية رسمية بشأن هذه المنطقة وبالتالي من الطبيعي أن تتعامل أو تسعى اليابان إلى تأكيد أنها تمثل أحد المحاور أو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية ما يعرف به الاندوبا السافك سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو من جانب اليابان وكما نعلم هناك تعميق من جانب اليابان للتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية مرتبط بيئة القضية الكورية الشمالية دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص في الدراسات الآسيوية من القاهرة شكرا جزيلا شكرا جزيلا مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الثقافي الفني يختتم فعاليات دورته التاسعة في صنعاء بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الإنشاد والشعر والمسرح تقرير أحمد عبد الرحمن عشرة أيام من الثقافة والفني والإبداع اليمني في حضرة الرسول الأعظم إحياء لذكرى مولده الشريف اختتمت هذا اليوم فعاليات مهرجان الرسول الأعظم في دورته التاسعة التي كانت دورة تميزت بإنتاجات نوعية سواء كانت من الأفلام أو الفلاشات الثقافية أو مشاركة لعمالكة الفن والإنشاد اليمني بالشعر والإنشاد والأداء المسرحي توهجت قاعة مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الثقافي والفني على امتداد أيام حفلت بالحب وتزينت ببرد المديح النبوي اليمني وأناشيده هذا حدث نوعي لأنه في رحاب الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام وأنا شخصيا بصفة رئيس لقنا التحكيم كنا اتفقنا في اللجنة أن نكون على مسافة واحدة من كل المشاركين ستة عشر مبدعا وصلوا إلى المحطة النهائية في اليوم العاشر والأخير من أصل واحد وأربعين مشاركا توج الفائزون خلاله بجائزة المهرجان في دورته التاسعة واستحضور جماهيري طلابي واسع شاركنا في مهرجان رسول الله الأعظم دورتها التاسعة وكانت المشاركة عنيفة وكانوا المشاركين ذات إبداع وذات إمكانية صوتية بس الحمد لله توفقنا وفزنا بالمركز الأول وهذا كل بفضل الله وفضل رسوله بدلنا جهد كبير في مهرجان الرسول الأعظم ووفقنا لله نشكر القائمين على المهرجان دورة إبداعية حافلة اختتمت بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجال على حدة إضافة إلى تكريم لجنة الحكم والقنوات الفضائية المحلية والخارجية اللهم صل على محمد رافق بنا خيرا فالقي ككما أحمد عبد الرحمن صنع الميادين النشرة انتهت في ختامي تذكير بالعناوين وسنقاتل دفاعا عن أرضنا وعن مسجدنا وكنائسنا النخالة يؤكد أن القدس ستبقى محور الصراع ويقول أن أوجب الواجبات تعزيز محور المقاومة وقيام أكبر تحالف فلسطيني وعربي وإسلامي رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملة يؤكد للميادين أن السهدافه كان مقصودا ويحذر من رغبة البعض في تدويل الملف العراقي تجربة صواريخ كوريا الشمالية تخترق الأجوال اليابانية والصين وروسيا ترفضان إدانت بيونج يانج في مجلس سلام لبنان يؤكد عن انتفاق بشأن الحدود البحرية بلغ نقطة حاسمة وأنه غير معني برد إسرائيل الرافض بملاحظاته وينتظر من هوكستين تحمل مسؤولياته المزيد من الأخبار على صفحة المايدين في الانترنت المايدين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت المايدين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة